موسيقى صباح النشاط صباح السعادة عليك كريم انت ونهاني وعلى جمهور اهل العظيم وعلى مشاهدين العظام نهاردة نتكلم على موضوع الحبل التدريبي او التمرين بتاع الحبل للناس كلها بتبقى عايزة تعرف او عايزة عمل التمرين الحبل ده عشان شوفته وعرفت ان ده من التمرين اللي بتحرق دهول و اللي بتخصص و بتعمل عضلات لا يا جماعة فايدة التمرين ده زي زي اي تمرين كارديو باسك ترينج يعني تمرين هوائي زي الجاري في المكان زي التأديف اي حاجة باستخدم فيها الكارديو او الجاري او الجومبينج اي تمرين هوائي بس الفكرة ان انا بدل ما بجري برجلي لأ انا بعمل حركات بادريال بس بستخدم فيها السرعة او بداية الاثنين المهم بقى بعد ما انا عرفت فايدة التمرين اه هو مفيد مفيد جدا عشان باغدن بعمل حركة جديدة على جسمي فبيعلي الحرج الطبيعي بتاع الجسم المهم الاحسن والصح بتاع التمرين ان انا ما عمش التمرين غلط عشان ما يدررش عضوات تانية يعني ممكن اكون واقف وبعمل التمرين بس فايدر رجبتي انا كده بضمر رجبتي او تاني ضغري فانا كده بضمر فقرات ضغري البوزيشن الصح ان انا اخد وضع السكوات كده انا محمل جسمي على عضلات بس اذا لما اشتغل هشتغل صحة يالله بينا انتدي بنعرف ازاي ندرج التمرين بالنسبة للحرقة انا كده اخدت البوزيشن الصح بتاعي السهل بتاعه ان انا اعمل هداية الاثنين مع بعض واحد وبكل بطل اهم حاجة ان انا ما خليش الحبل مشدود وابتدي اعمل حركة كده هيبقى مشكلة بالنسبة الكتفة ان كل كده عايز تسحب هناك هتضر الاربطة لجوه الكتفة لكن الحبل يبقى على الارض والفكرة بالنسبة لي ان اشد الحبل وزنه وارفعه الفوق هو كده وزن على الادين صرع الحركة واحد اثنين ثلاثة اربعة كده واخد بريك ثلاثين ثانية ممكن اعمل لغاية تمن عدات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نفس تاني نفس اعيز اصعب الحركة بتاعتي واحد ايد و ايد بريك واخد نفس ثاني هنا انا اعملت ايد و ايد طيب عايز اغير الحركة بتاعتي اصعبها مرة ايد فوق مرة ايد تحت كده انا استخدمت حركة جديدة بالنسبة لي العضلات اللي اشتغلت كده لغاية العضلات اللي اشتغلت كده طيب الموضوع بقى سهل وعايز عالي الحركة اكتر استخدم رجل واحدة انا انا اعمل طعم دي بالنسبة لي اكشن جديدة او حركة جديدة اعمل ميكس بين تمرين وتمرين سهل واحد اثنين تلاتة اربعة سيب الحب على الارض وارجع تاني تاني شوف انا بادي امنين ووضع الاسكوات واحد اثنين تلاتة اربعة ايد تحت هنا جمب كده زودت الليبن نعملها مرة كمان واحد اثنين تلاتة اربعة ايد رجل جمب كده اصعد الحركة الاول مهم ان انا باخد التكنيك بتاعي او الحركة بتاعتي الصح اشان ما دورش بكسر لو جات لاصابة مش هتمرد فمش هجيب دهية بل بالعكس الحرق الطبيقية تاها اين فهزيد الدهون عندي هتزيد فده هيبقى مشكلة بالنسبة لي المهم اهم من التمرين اعمل التمرين صح عشان الجسم يستفيد مع معلومة مفيدة الحلقة اللي جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة